السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتابعين الكرام كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا لكم معي في فيديو جديد على قناتكم بوشرة شانيل إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله الموت يفاجئ الممثلة المغربية المحبوبة راوية فحد الإنسان اللي عزيزة وغالي على قلبها فخليكم معي أخوتي باش عارفوش كنت وفات لها وسبب الوفاة زيالها ودعواتكم مع أخوتي بالرحمة والمغفرة الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين والله يتبت عن السؤال ويجعل معوها الجنة إن شاء الله يا رب توفيت صباح يومه الاثنين شقيقة الفنانة المغربية فطيما هرنادي المعروفة بإسم راوية بعد معاناتها الطويلة مع المرض ونعى الإعلامي المغربي مراد العشابي الفقيدة عبر حائطه الفيسبوك قائلا إن لله وإنا إليه راجعون تعازي الحارة للفنانة فطيما هرنادي المعروفة براوية في وفاة شقيقتها والجدير بالذكر أن الفنانة المغربية راوية أعلنت في وقت سابق خلال حلولها ضيفة على برنامج عيادة المشاهير أعلنت عن معاناة والدتها وشقيقتها التي أصيبت قبل سنوات بسرطان الدماغ حيث أفقدها الكلام والحركة وأن الراحلة تركت خلفها بنتين كانت الفنانة المغربية راوية تقدم لهما الرعاية اللازمة بسبب مرض أمهما الذي تسبب في شللها منذ مدة طويلة فإن لله وإن إليه راجعون تعازينا الحارة للممثلة المغربية فطيما هرنادي والعائلة ديالها الله يرزقهم الصبر والسلوان والله يجعل محبة تصبر ودعاواتكم مع خطب الرحمة والمغفرة الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين والله يتبت عن السؤال ويجعل معه الجنة إن شاء الله يا رب فهنا أخوتي غنقل وصلنا نهاية الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة شكرا على المشاهدة